لمزيد من التحليل حول هذا التأييد الفنلندي للانضمام للناتو معنا من موسكو الأكاديمي والديبلوماسية السابق فيتشيزلاف ماتوزوف مساء الخير سيد فيتشيزلاف ماتوزوف هل تملك موسكو أدوات منع فنلندا من الانضمام للناتو؟ أنا أعتبر أن لابد انضمام فنلندا وسويد إلى ناتو إذا هم يرغبوا أن يدخلوا حلف ناتو لا أحد يمنعهم ولا روسيا ولا أي دولة أخرى هذا ترجع على سلطات وقرارات المستقلة الزاتية يعني ممكن نحن نناقش موضوع هل هذا فعلا خطر كبير على روسيا أو لا لأننا نحن نشاهد الآن قوات ناتو أقرب إلى موسكو وهي ودخلوا حلف الشمال الأطلسي كل من دول بالتكية هذا أستونيا لتوانيا ولاتويا هذا قريبا على بوعد شيء 400 كم من موسكو 600 كم من موسكو وأقل من 100 كم من سانتبتربورغ هذا شيء أنا لازي الآن لا يال أبو دوران لا يهم أنا عذا الرأي شخصي ليست ناتو الآن مهم تركيا هي عدو حلف الشمال الأطلسي يمكن في طليعة عجل الخلف بعد وليات المتحدة الأمريكية ولكن سيد ما توظف هذا من وجهة نظرك الشخصية سيد ما توظف من وجهة نظر رسمية روسية وبالتحديد ما تقوله الخارجية هذا يمثل تهديد لروسيا وقد تتخذ روسيا إجراءات انتقامية هل يمكنك التكهن بهذه الإجراءات؟ ليست إجراءات انتقامية هذا إجراءات وكائية وليست انتقامية الكلام الذي خرج عن الخارجية الروسية لا يتحدث عن إجراءات وقائية يا سيد ما توظف هم تحدثوا عن إجراءات انتقامية إجراءات انتقامية يمكن أن يكون في مجال الاقتصادي علاقات اقتصادية بين فنلندا وروسيا هي متينة جدا وطبعا الصناعة فنلندية مرتبطة مع مسادر المواد الأولية من روسيا بشكل كبير جدا لذلك جواب سيكون في مجال الاقتصادي بنسبة لعلاقات روسيا مع حلف الشمال الأطلسي تحت رئاسة ولايات المتحدة الأمريكية هو مهم أنا أذكر لكم مرة أخرى كيف نجرت فرنسا وإيطاليا على حرب ضد معامر كداف ضد جيش ليبي 2011 هم قالوا بكل صراحة أن لدينا ليست إمكانيات عسكرية لحتى يغزو الليبي ويدرب جيش ليبي قالوا أن هناك قوة وحيدة في العالم وهي قوة بلايات المتحدة الأمريكية هذا هو أساس لذلك حوار وجدال كله ترجع على علاقات أمريكية روسية وليست علاقات فنلندية سويدية ولكن يا سيد ماتوزو ألا يصبح وضع روسيا مهددا وجوديا بعد انضمام لربما فنلندا وربما فيما بعد السويد للنيتو ألا تعتقد بأن موسكو ستصبح محاصرة بعد أن كانت تريد أن تمنع أوكرانيا من انضمام للنيتو ها نحن أمام دول أخرى تريد الانضمام إليه شوفي إذا أنتم تعتبروا أن روسيا ما كانت تنظر على الدول الغربية بجملة وبينها دول أوروبا شرقية أوروبا غربية ألمانيا فرنسا إتاليا رومانيا چكيا سلوكيا بولونيا وكذلك دول بلتيكي لذلك نحن من زمان ننظر على هذا خط الالتماس مع أمريكا مثلما هو تواصل اليوم على أوكرانيا وقال مقدم جيش أميركي الآن يرأس هو مركز تدريب أوكرانيين لسلاح الأميركي هو قال أنه ارتكبت روسيا غالطة استراتيجية عندما سامحت لإلنا بعد 2014 أن نساعد أسكريا لأوكرانيا ولنضرب جيشها ولذلك الآن روسيا أمام أمر الواقع لذلك أخطاء يستنتجه ولكن ليس هناك أي كانت شكوك أنه في أي علاقات مصطدمة مع غرب مع وليات المتحدة سويد وفرلندا سيكونوا على جانبها شكرا مثلما هو الآن أوكرانيا هي مشهود والحلف الشمالي شكرا لك يا سيد فيتشيزلاف ماتوزوف عذرني على المقاطعة يا سيد ماتوزوف نعم أشكرك عذرني على المقاطعة الأكاديمي وديبلوماسي السابق فيتشيزلاف ماتوزوف من موسكو